أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أنه سيكون شخصيا أحد الداعمين لمساعي وبرامج تمكين المرأة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وفي كل مكان من العالم جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح اليوم الثلاثاء أمام حضور حفل افتتاح أعمار الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة تحت شعار محركات التغيير وبتنظيم من مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفل افتتاح أعمار الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة وتبحث القمة على مدى يومين مختلف التحديات التي تواجه تمكين المرأة والفرص المتاحة لتنشيط دورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع عبر التوصل إلى آليات عمل مستدامة تعزز الوعي بأهمية مشاركة المرأة في مسيرة التنمية وبناء المجتمعات حفل الافتتاح استهل بعرض لإنجازات ومبادرات الجهات المحلية والدولية التي تعهدت خلال الدورة الأولى من القمة في العام 2017 بتبني الثاني من المبادئ الثمانية الممثقة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة لضمان التمكين الاقتصادي إذ التزمت الجهات المتعهدة بمراجعة سياساتها تجاه المرأة بما يخدم الدورة الحيوي في الاقتصاد والتنمية المجتمعية نستمع إلى صد التغيير الذي نصنعه اليوم الآن من هذه القمة سعادة تاريم بن كرم رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة أكدت في كلمتها التي ألقتها خلال الحفل أن التمكين الاقتصادي بالنسبة للمرأة في الشارقة يعني التمكين المجتمعي الكامل وهذا ما رسخه صاحب السمو حاكم الشارقة وهذا ما عملت عليه سمو شيخ جواهر القاسم منذ عشرات السنين وهو يعني منظومة اقتصادية قائمة على مبدأ التكامل والعدالة في الفرص والتدريب والتعليم والوظائف والأجور والتمويل من جانبها عبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة فوزميلي ملامبون كوكا عن تقديرها العميق لصاحب السمو شيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة وقارينته سمو شيخ جواهر بن محمد القاسم لأسسة نماء للارتقاء بالمرأة لدعمهما المستمر لتمكين المرأة على المستوى الوطني والدولي بدورها أكدت سعادة كيتسوايد لاميني كبيرة الموظفين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أهمية القمة العالمية للتمكين تكمن في دورها ومخرجاتها الساعية إلى تطوير واقع المرأة وتعزيز ريادتها لتحقيق الأهداف الإنمائية الأممية بحلول العام 2030 عقب ذلك ألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته بهذه المناسبة السيدات والسادة المشاركون من خبراء الاقتصاد والتنمية وممثل الشركات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة الضيوف الكرام أخواتي وإخواني الحضور يسعدنا لقاءكم جميعنا اليوم ويسرنا مشاركتكم في المؤتمر العالمي الثاني حول التمكين الاقتصادي للمرأة ويبدو لنا أن العديد منكم قد شاركوا في الدورة الأولى لهذا المؤتمر الذي انعقد بالشارقة منذ عامين نرحب بعودتهم لزيارة الشارقة ونتمنى لجميع الحاضرين مؤتمراً ناجحاً بإذن الله وعند قراءتنا لبرنامج ومحتوى جلسات مؤتمر اليوم وغد رجعنا بذاكرتنا لعدة عقود مضت ومر في مخيرتنا تتابع البرامج والمباردرات والإجراءات التي اتخذناها خلال تلك الفترة وأثرها على تطور وتحسين أوضاع المرأة في مجتمعاتنا ولن نعدد هذه البرامج والمبادرات الآن ولكننا نرغب في التحدث بإيجاز شديد عن رؤيتنا لوضعه ومكانة المرأة في مجتمعاتنا المرأة هي الأم والأخت والزوجة وأم البنات والبنين فماذا تتوقعون أن تكون رؤيتنا لوضعها في المجتمع والعائلة والأسرة والمرأة هي شريك أصيل في الحياة بكل ما فيها في أيام الرخاء وفي أيام الشدة وفي السهل والصعب جنبا إلى جنب مع الرجل في كل أمور الدنيا لا أفضلية لأحد على الآخر وللتحقيق هذه الرؤية كان علينا جميعا رجالا ونساء أن نبدأ من البداية وننشأ أولادنا على هذه الرؤية منذ الطفولة المبكرة ونعلم ونعدد التفاعل فيما بينهم لترسيخ هذه المبادئ والأسس الأسرية والمجتمعية ولتحقيق ذلك على مختلف المستويات بدأنا مع الأطفال منذ الحضانة ورياض الأطفال ثم مع النشأ في المدارس ومراكز الناشئة والشباب في الكليات والجامعات والمراكز الثقافية والرياضية يتعلمون ويمارسون خلال سنوات التكوين والنمو والتقدم مبادئ وأسس المساواة التامة بين الجنسين في كل المعاملات وتتاح فيها فرصة الدراسة واكتساب المعرفة والخبرات بدون تفرقة كل في المجالات التي يرغبونها والتي تتوافق مع ميولهم وميولهن وها نحن نرى الآن الطلبة والخرجين من الجنسين من كل برامج جامعاتنا يهدوهم الأمل في التمكن من شق طريقهم في الحياة العملية المنتجة نحن الآن نطلب من الشركات والمؤسسات المختلفة أن تضيف إلى ما بنيناه خلال العقود الماضية وتعمل على أن تضم نظمها ولوائحها وتوجهاتها ما يتيح ويؤكد على إعطاء الفرص الحقيقية المتساوية لأبنائها وبناتها للعمل والإبداع والابتكار وأعتقد أنكم سوف تتحدثون وتتحاورون معا في هذا الشأن خلال بعض جلسات مؤتمركم هذا المؤتمر حسب عنوانه أعطيه صفة العالمية والضمان الذي أعطي نلاحظ من خلال استعراضي كثير من الداعمين لا يتعدى حدود إمارة وليس دولة فما بالكم بهذا النشاط الذي تقوقعه في مؤسسات حكومية في نطاق عملها القصد من هذا المؤتمر أن ننطلق إلى العالم هناك كثير من الدول بقليل من التوجيه وقليل من المال نستطيع أن نغير أوضاع المرأة في كثير من بلدان العالم أنا أقول باسمكم هنا أكون أنا أحد الضامنين ليس على ما بيدي من مؤسسات ولكن أقول ما في العالم من مؤسسات نقول لا بد أن ننطلق إلى هذا العالم الذي أصبحت فيه المرأة في أوضاع سيئة أكان في أفريقيا أو كان في آسيا أو كان في أمريكا الجنوبية هذه الثلاث قارات تعاني ما تعاني من الأزمات من أمراض مستعصية ومن أوضاع صحية للمرأة بالذات ولا بد لنا أن ننطلق ليس فقط على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم ككل حيث تحتاج إلينا المرأة في أوضاعها باسمكم جميعا أكون أنا من المتعهدين الضامنين لبرنامجكم تجاه المرأة في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية حيث تحتاج المرأة وجودنا معها مرة أخرى نرحبكم جميعا في الشارقة ونتمنى لكم مؤتمرا ناجحا وإقامة سعيدة معنا إن شاء الله ونشكر المعنيين في هذه المؤسسة نمى على جهودهم في تنظيم هذا المؤتمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ختاما التقط صاحب السموحة كمشارقة صورة تذكارية مع المشاركين والداعمين وأصحاب المبادرات الداعمة للمرأة عن يميني وعن شمالي المتعاهدين السابقين لدعم مسيرة المرأة الآن أطلب منهم التعاهد ليس فقط في إمارة الشارقة وإنما إذا أرادوا أن يرحلوا معي إلى قارات أخرى تحتاجها أيدينا هناك لإنقاذ المرأة من براثل الجهل والمرض والمجاة شكرا شكرا لكم يا صاحب السموح